سنستكمل معنا السلسلة الأكثر فائدة لحتى الآن وإذا نرى كلكم يتابعوها بشكل كبير وبالطالبات بزيارة هذه الكلمات بكل فيديو بهذا الدرس من حرفين فقط سنرى كم كلمة سنحفظك باللغة الإنجليزية بطريقة تدريبية اسمها طريقة النغمة يلا نرىها بعض حبايا بقلبي أسود إنجليش ورس بيتا والناس اللي بتابعونا الأول مرة هذه درس من سلسلتنا الأحدى السلاسل اللي كتير مرسوا معنا على القناة لتدريب الإنجليزية وليس تدريسها بهذا الفيديو مثل ما احنا متعودين بدربك على أنك تحفظ عدة كلمات إنجليزية من حرفين أو ثلاثة بطريقة النغمة لما أقول بطريقة النغمة يعني زي الغنية العقل يحفظها بسهولة بدون حتى ورقة وجلم على شرطين اتنين إن أنت تركز معي زي الأسد تنسى كل شيء حواليك وتلفظ ورايا بصوت عالي إيش يعني ألفظ؟ يعني أطلع صوت ومش أقرأ بعيني وعقلي اتفقنا الدرس كالتالي أنا بقولك الكلمة بالإنجليزي بلفظها عدة مرات عشان تلفظ ورايا بقولك معناتها بالعربي وخالد بيظهر لك إياها بنهاية الدرس أنا بلفظ كل الكلمات بالطريقة النغمة عشان تثبت بعقلك وبعدين ما سيبلك الشاشة وخالد يبعطيك كل الكلمات اتفقنا تلفظ ورايا بلسانك وتركز زي الأسد حرفين اللي راح ناخدهم اليوم راح ناخد منهم مش عارف تمانية تسع كلمات من حرفين فقط اللي هم حرف الأي والتي اللي هي أصلا حرف الجر أت إيش يعني أت؟ أت يعني في هو حرف الجر في أو عنده أحياناً تيجي إلها معاني كتير كحرف جر بس خير ناخد أت كأنه معناتها في أو عنده إذن أت هذا راح أحط لك إياه بنهاية تعدد كلمات كل الكلمات راح أقول لك إياها تنتهي بهذه الحرفين أت أوكي؟ راح نضيف قبلهم حرف أو حرفين أو بالكتير ثلاثة نو أعتقد بس حرفين أو حرف طلعك كلمة جديدة لو بتركز مخي بيحفظهم كلهم قبل نهاية الفيديو أول كلمة معاناة قلنا أت معاناة حرف الجر في أو عنده إلى معاني كتير لو حطيت إلى حرف البي قلت ببي بتطلع صوت بي عم تطلع حوا العصائلة تحزن ما نقول بالعربي بي بتصير بات إيش يعني بات؟ عارفوا إيش يعني بات هو الفعل اللي هو كالتالي أنت ترى سيجي واحد تعمله هيك يعني بنقول عم بتلاطفه أو بتربطه على كتفي أو هنأ أو لاطفه ها هي معاناتها بات 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 يعني يلاطف أو يهنأ بشي طيب لاحظ أنه بصدفنا حرف البي قبل حرفين اي بعدين في عندي رات كنا نعرف ماذا يعني رات إيش يعني رات؟ انتبه رات معناها شفار الفار معناتها ماوس ماوس و مايس الجمع لكن رات معناتها الكبير شوي هذا ما نقول عنه بفلسطين عرسة مش عارفوا إيش تقولوا عنه ببلد ونقول عنه عرسة كبير شوي رات هي العرسة هذا الكبير رات رات طيب مات مات إيش يعني مات مات هي السجادة تشبيه كلمة فرنسية بس مات هي السجادة لاحظ أننا حتى الآن عم حط حرف واحد بس قبل الحرفين اي تي مات قلنا بات رات مات طب لو حطيت حرفين هذا إيش بتصير برافو عليك فلات فلات إيش يعني فلات يعني شقة 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 تبعتنا ثلاثة سكن فلات أو مسطح شي مسطح إتسف فلات مسطح طيب تشات كلنا بنعرف الكلمة هاي طبعا بسم الأهاية أنا عارفكم هاي بتضحكوا تشات مين أنا ما عارفش كلمة تشات؟ تشات معناتها لتشات كنا عارفينه عن غيب طبعا تشات تشات اللي هو التشات المحاددة طيب تشا ما تدعش أنه تشا مش شات في ناس بسمعهم وقولوا الشات نعم اسمها تشا تشا في تي بالأول تشات طيب كلمة بات بات اللي هو الوطب طيب كلمة بات معنا بات اللي هو وطب عندي هات 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 قبعة هات طيب عندي قطة إيش يعني قطة؟ علّي صوتك أسمعني برافو كات ك مش كات منهاش كات اسمها كات it's a cat قطة كات كات وآخر كلمة في جملة اليوم في درس اليوم هو fat fat إيش يعني fat يعني سمين fat وكمان فات يجمعناتها الدهون there is fat in my body يعني فيه دهون الجسم الفات معناتها السمين أو الدهنة الدهنة الشحم وعنه fat تعال الآن حطهم كلهم الفطة كيهم من الإنجليزي بدون الترجمة العربية عشان ترسخ في دماغي طريقة النغمة وإذا أنت أسد بتعيد وراي زي ما أنا بقول ونهاية الفيديو بلاقي حركة حفظته نبدأ at pat rat mat flat chat bat hat cat fat نعيدهم مرتين عشان تلفو دورايا بصوتة عالية وتحفظهم at pat at عم بعطيك مسافة بين الكلمة الثانية عشان تلفو دورايا من الأول at pat rat mat flat chat bat hat cat fat رح روح أنا وإذا أنت ما لفظتش من ورايا أو ما كنتش مركز معنا ما حفظتش الكلمات إذا كنت مركز معايا وعدتهم بلسانك معناها أنت الآن تقدر تعيدهم كلهم لحالك من الإنجليزي وبالعربي أنت تدرون فيديو جديد إذا تعرف كلمة تنتهي بنفس النخمة أعطنيها بالتعليقات أتمنىكم بالتوفيق تسوش اللايك للفيديو بالتوفيق بتغيير من الإنجليزي Context